خليني أروحاً إيه آخر البدع الخاصة بالمعالجين نحن يستكلم فيها النهاردة والله دكتور عمر فيه حلقة يعني من البدع المشترك قبل ما نتكلم على العهود السليمانية حاضر من أخطاء المعالجين المنتشرة جداً والأسف اتلبس على ناس كتير جداً ودخلت عندنا غلط في السكة دي اللي هو الكشف على المريض بطريقة أنه يقفه ويعمل عليه اختبار لأن فيه ولا ما فيه والاختبار ده قضي يعني غالب الأمر اللي فيه وهم وليس حقيقة وفيه نوع من النوع الإحاء وللأسف إحنا لما حذرنا منه من سنين إلى الآن مستمر يعني تجي لي حالات تقول لي أنا روحت للشيخ أصحلنت حلم فقلت أروح للشيخ فالشيخ لما وقفني وعمل كذا وكذا طرع عندي سحر ونقرع عليه ما ليش عنده سحر أصلاً وتلاقيه بتلف بقالها سنة واثنين وتلاتة واربعة فللأسف لأن الأمر يعني فيه طبعاً بيضع كتير طيب ممكن نجرد نشوف حاجة زي كده نجرد ما فيهش مشكلة نشوف طيب ممكن حدي من الزمرة أستاذ يحيا مساعدة مخرج ممكن تعالي أحيي أستاذ يحيا أستاذ يحيا أستاذ يحيا أستاذ يحيا أستاذ يحيا اللي يتحط في المية فرقع وبعدين ولع وده يدي حاجة على الناس لما يتسع عليه الناس يقولوا إحنا يبقى نص مصر يتنصب عليها لما يتقلي مدام الموضوع طلع إن هي سوديوم والكلام ده يبقى نص مصر يتنصب عليه إن ده كان بتعمل في بيوت ناس كتير جداً وهي هنش كامل معها من نص التاني للسة مضيفة إحنا بنقول إن الاختبار اللي هما بيعاملوه عشان يقولوا إنه فيه جن وسحر وحسن بيقفوا المريض كده يقولوا وش للإبلا وش للإبلا فيبدأ يقول للمريض غمض عينك وسيب إيدك واسترخ خالص ويبدأ يقرأ عليه آية الكرسي مثلا طبعا الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأ آية الكرسي كمنا هنغمض عينينا ويقرأ آية الكرسي المريض طبعا الشيخ بيقرأ آية الكرسي وبيقرأ معها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تعالوا علي وقتوني مسلمين وإذ صرفنا لك نفرا من الجن كل آيات التحضير بيأخذ حوالي ثانتها بعد آية فيفضل يقرأ 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 والمريض طبعا هو مستني هحصل حاجة قريب مهمت خالص بس عشان إيه نسبكها شوي فيفضل هنسترخ برضا كده ويفضل الشيخ يرى على المريض ويوقفه ممكن يوقفه عشر دقايق وبعد كده يقول أقسمت عليكم بحق سليمان أو قصنات كتير يعني لو أن هذا الجسد فيه سحر يطلع قدام فتلاقي المريض يبدأ يميل لقدام أو يرجع لورا انت طبعا ده هو مان لقدام انت تحس انت بتنين فعل ده هو مان لقدام هو طبعا دكتور عبد انت طبعا أنا لو خليت بس مركز كده وتحت تأثير الرهبة يعني تحت تأثير الرهبة هو مغمض ومستني إيه اللي هيحصل هو المفروض المريض ما يعرفش إيه اللي هيحصل فهو بقى يعمل يعلي صوته ويزعق ويحضر الجن ويخوف الجن اللي جواه وأقسمت عليكم بالله العظيم وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم اطلع لقدام ما سميع لا بجن فبقى ده اختبار طبعا بيحصل فيه نوع من الإحاق كبير جدا ويحصل نوع من الوهم انه بيقول لك ايه ايه بحيس حاجة تدفعني بقى برجع لورا فعلا وده معروف يعني للأسف بس ده سبب في الناس كتير جدا دخلت يدور فايدك لفوق وساعات آه لا وساعات فيه اختبار تاني هنمد إيدنا كده وغمض عينك واستغل خالص يقعد برضك يقرأ بس يدازم إيدنا يبعد عن بعض يقعد يقرأ آية الكرسي وآيات تحضير الجن اللي احنا قلناها ويقول لو أن صاحب هذا الجسد مصحور إيده اليمين تنزل تنزل ويعضي زعاء طبعا ويعلي صوته فيبدأ لا لي مين مش فيبدأ يحصل تأثير من الشيخ على المريض فطبعا ممكن إيه تنزل فعلا أو يعني سنة سنة أو الشمال أو إيه تطلع كل ده شغل أحاق دكتور عمر للأسف وإلى الآن لسه معالجين بيعملوها وإلى الآن لست ناس بتصدق الكلام ده الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام شكرا الله يحفظك إذن يعني اللي شفنا ده ده برضو من ضمن البدع دكتور عمر هو قد يظهر لبعض الناس إن ده شيء سهل أو إحنا عملنا إيه اللي نتو عملته ده ده اللي بتنصف بيه على الناس وده اللي دخل هيا بس لو واحد اتحرك لقدام ولا رجع لورا ولا إيده طلعت والإيده نزلت إيه اللي طلح أو إليه النزل اللي حركه جن يعني أنا معرفش أنا بسألك ما بيقى وهم وإحنا طيب إحنا دكتور عمرنا هفترض معاك عشان الناس اللي بتعملها مرضك هيزعلوا مننا قوي هيقولك طب أنت أشعرفك بالكلام ده طب هنفترض أنه جن طب مين قال لي أن الجن ده صادق أصلا يعني خلينا نقول إنه ده جن هو اللي حركه طب هل الجن صادق الجن كذاب خد بقى لأكتر منها افرض المريض نفسه بيستهبل وعايز يختبر الشيخ اللي قدامه فيبقى الشيخ اللي بيعمل حركة دي وقع نفسه في مطب اطلع لقد يبقى راجع لورا يقوله ما طلعش قدام يعني أو يطلع قدام يروح يطلع قدام لو باش يرجع وراء يروح يجع وراء يقوله كده فيك سيح يقوله دعا فكرة كدام يا عم الشيخ أنا اللي عملت كده صحة والغلط فهو يعني إذا استهب كل النواحي فهي لا تجوش شرعا طب أنت هنا يعني إحنا هنا إذا كنا بننكر البدعة لكنك لم تنكر أن الجان من الممكن أن يلتبس إنسان لا ما نكردش ده أه